تعلمنا من رحلة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أن الخطوة الأولى للتخلص من إدمان خطوة اسمها المبادرة إلى التوبة المبادرة إلى التوبة ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل من في أول سماء قابل سيدنا آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح فتخلص من إدمانك للوجع وإدمانك للعصبية نتخلص إزاي؟ إنك تتوب إلى الله وتعترف تعترف أن التوبة فيها اعتراف اعترف أن ذلك الذي تدمنه يفسد حياتك اعترف بلاش إنكار بلاش تقول والله أن الغضب بتاعي والعصبية تحت السيطرة أو بلاش تقول أن انتقامك تحت السيطرة مع كل ده اللي بيقوله أصحاب الإدمان أو أنك تفرجعك على السوشيال ميديا أنت ممكن تسيبه على كده قول أن أنت وصلت لحد الإدمان اعترف وتوب إلى الله اتعلمنا ده لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قابل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قابل سيدنا آدم سيدنا آدم إيه اللي حصل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه إنه هو التواب الرحيم فأصبح سيدنا آدم قيمة ورمز للتوبة توب إلى الله حتى وإن كنت في لحظة زوق مرارة المعصية معصية مثلا إنك تطولت على إنسان إنك أهملت أولادك إنك أساءت لزوجتك إنك كسرت خاطر حد توب وحتى لو أنت في مرارة المعصية توب دلوقتي توب على طول طب ما تيكون توب لنا دلوقتي عشان نخلص كل واحد فينا يستحضر إدمان من إدماناته دلوقتي يقول دلوقتي توبت إلى الله وندمت على ذلك الإدمان وعزمت على ألا أعود إلى هذا الإدمان أبدا وأنت يا من تسمع توبتي على ما أقول شهيد دي أول خطو في أول سماء قابل سيدنا آدم سيدنا آدم رمز المبادرة بالتوبة والاعتراف دي أول خطو الخطوة الثانية أنك تشعر أنك ما زلت في أمان الله يبقى الأول خالص اعترفت فغسلت الثاني حاجة أن أنت في أمان الله أنت في سلام مولاك حتى لو كنت عاصيا ومذنبا لذلك حضرة النبي التقى في السماء الثانية بمين؟ بسيدنا يحيا وسيدنا عيسى التقى بالأخوين في السماء الثانية عشان تتعلم أن كل ما فعلته من إدمان للمعصية وإدمان للضيق وإدمان للكابة وإدمان للانتقام وإدمان للصراع ليس نهاية العالم فأنت ما زلت في سلام الله وفي أمان الله فسيدنا عيسى قال والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعى سحية استنى كده وسيدنا يحيا إيه اللي حاصل؟ ربنا قال عن سيدنا يحيا إيه؟ وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعى سحية إيه ده؟ سلام هم الاتنين؟ فجمعهم السلام فأنت ما زلت في سلام الله وفي أمان الله والقادمة يكون أحسن وتتياقن أن القادمة يبقى أحسن يبقى الخطوة الثانية عشان تتخلص من إدمانتك أنت تهبت من العصبية وأنت في أمان الله وهتتخلص من العصبية دي يبقى لازم يكون عندك إحساس بأن أنت ما زلت في أمان الله أنت خلاص ما وصلتش للنهاية لا إدمانك ده ما كانش النهاية ترجمة نانسي قنقر